بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم يضيع الشباب من وقتهم على الترهات على الأباطيل كم الوقت مهم بالنسبة للإنسان كتب أحدهم كتاباً سماه وقتك حياتك حينما يولد الواحد منه وقد قرر الله له عمراً معيناً فهو يأكل من رأس ماله يعني كل لحظة تمر فيتأخذ من وقتك الذي حدده الله لك مسبقاً حاول أن لا تضيع وقتاً على شيء لا ينفع أحياناً الإنسان يصرف وقته على الأمور الاستهلاكية يأكل، يشرب، ينام وهذا أمر لا بد منه لكن بعد ذلك لا بد أن نكون جادين في أمورنا لأن الحياة جد لا هزل فيه في الصغر يتعلم الإنسان لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر يبقى دائماً أما العلم في الكبر فهو كان نقش في النهر لا يبقى إلا لحظات حاول أن لا تضيع وقتك خاصة على شيء لا ينفعك في شيء أبداً هذا الجهاز الذي بيدك في الحقيقة إما هو مضيعة لعمرك أو يمكن الاستفادة منه هناك ملايين من الكتب في النت يمكنك أن تستفيد وتقرأ هناك أمور من الجيد أن تعملها، أن تتعلم لغة ما أن تتعلم القرآن، أن تحفظ القرآن العمر يمضي سواء شعرت بذلك أو لم تشعر يقول الإمام عليه سلام الله عليه أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام فإذا كنت نائماً في الطائرة أو في القطار أو في السيارة هل يعني أنك حينما لا تشعر بالوقت أن السيارة توقفت والقطار توقف والطائر لا تطير أبداً؟ أنت دائماً في حالة استهلاك وقتك فاستهلكه فيما ينفعك، لا فيما لا ينفعك خاصة أن بعض الناس يصرفون أوقاتهم على ما يضرهم وليس فقط على ما لا ينفعهم لا تضيعوا أوقاتكم على الألعاب وأنتم كبرتم الطفل حينما تسأله ما الذي تفعل يقول أكبر هو يلعب لكن الله أن خلال اللعب يعلمه بعض الأشياء وجسمه في حالة النمو لكن ماذا بالنسبة للكبير؟ أنت في المستقبل تشيخ أنت وصلت إلى قمة الجبل ولم يبقى بعد ذلك إلا الانحدار فلا ترجع إلى الوراء كأنك طفل صغير تلعب بالألعاب الكمبيوترية هم يستفيدون منك وأنت تضيع وقتك على ما ليس له قيمة والسلام والسلام شكرا شكرا شكرا